السلام عليكم يا شباب نحن النهاردة في شركة الحيمي الأنظمة الإلكترونية المتقدمة البش مهندس سيديلنا فكرة عن الشركة ومشاركتكم في المعلوم أهلا بك يا شباب طبعاً نحن نتكلم عن الحيمي بشكل عام هي كمجموعة مجموعة شركات بدأت بالفحيمي المتال اندستريال لدينا مصانع موجودة حالياً من 75 بدأنا في الأبواب وما إلى ذلك بكل حاجات الفيزيكال سيكوريتي دلوقت عندما نصنعها عندنا وبعد ذلك مفتحت عندنا عدة شركات صلحة أصبحنا عشر شركات تحت مجموعة الكحيمي من ضمنها طبعاً مشاركتنا اللي احنا حالياً نتحدث عنها اللي هي الكحيمي Advanced Electronic Systems زي ما تشايفين بالنسبة الكحيمي Advanced Electronic Systems هي سبيشيليست لكل أنظمة اللوكرانت والسيكوريتي سيستمز HCIS Certified نشتغل بكل الليفلز بتاعت السيكوريتي من Class 1 إلى Class 5 على Approved Everywhere رامكو هيئة ملكية سابك وبالنسبة للGovernment لنا باع مع وزارة الخارجية ووزارة الداخلية نشتغلنا في أكثر من 25 دولة طبعاً احنا في عنا عدة أنظمة وصبلايرز عاملين معهم ديلرشيب بالنسبة لبرندات كثير نبدأ بالنسبة للأكسس كونترول مثلاً لدينا لينيل حالياً نحن نشتغل فيه في مشاريع سكيكو ومشاريع الكبيرة بشكل عام في عنا كمان طبعاً بالنسبة للخير على عنا إدواردز أوكي لو تلاحظ لدينا يعني ديلرشيب معهم وتقريباً يعني اشتغلنا مشاريع ضخمة معهم فيها مع إدوارد طبعاً علماً بأنه إحنا البرندات دي مش على سبيل الحصر لأنه إحنا كل برند مثلاً الـ Access Control عندنا 3 أو 4 برند بس يعني الرئيسي اللي فيه ديلرشيب معه وإحنا كموزع رسمي مثلاً سيد إليل في عنا مثلاً عندنا Access برضو بالنسبة للكاميرات المشاهدنا ميلستون بالنسبة للسوفت وارس واللايسيس تعفوا إدواردز للفير ألارم مشتغل فيه وفي عنا هنا الكاميرات طبعاً عندنا نواع كثير ومن ضمن هالي عندنا فلير يشتغلوا بالنسبة لل آوديو فيديو وفي عنا هون المهندس ياسر ممكن تعطينا النفط عطي المايك أوكي دلنا فكرة مون سياسر بس عن مرحباً اللي نعم فيك طبعاً فلير نحن نركز هنا في البوث على البرامتر بروتكشن سيليوشن أوكي البرامتر بروتكشن سيليوشن للإنتروجين تيتكشن تمام على فلير نحن نركز بالبرامتر بروتكشن سيليوشن على المينلي تو تيكنولوجيز مستخدم فيها التيرمال تيكنولوجي مع بلت إن فيديو آناليتيكس تمام لالتيكشن وبنفس الوقت مستخدم التكنولوجي الأخرى اللي هي الريدر تكنولوجي الهدف من التو تكنولوجيز هذول كل واحدة بتشتغل بتكنيك مختلف الكاميرا الحرارية مستخدمها على الفنس إذا عندك أي منشأة البرامتر تبعها منركب كاميرات ثابتة على الفنس حوالين الفنس تبع المنشأة وبالتالي بيكون عليها فيديو آناليتيكس AI آناليتيكس للإنتروجين تيتكشن وأي تارجت يقرب على هذا الفنس أو هذه المنشأة يكشفه من خلال الفيديو آناليتيكس وبالتالي بيأطي معلومات الداتا هاي التارجت عن طريق السوفتوير تبعنا الـ C2 سوفتوير بيعطي المعلومات لالبيتزيت كاميرا بحيث أنه البيتزيت كاميرا تعمل زوم إن على هذا التارجت وتبدأ عملية التتبع لهذا التارجت التكنولوجي الثاني اللي هي استخدام الريدر الريدر تكنولوجي هي مين اللي تستخدم للأيرلي وورنينج تيكشن الأيرلي وورنينج تيكشن يعني إذا أنا حاب أكشف أي هدف قادم للمنشأة قبل ليصل المنشأة نفسه طبعا عندنا رادارات واسعة المجال تتبدأ من 200 متر حتى 60 كم تمام الهدف من الريدر أنه أنا أقدر أكشف الهدف قبل ليصل المنشأة بمسافة معين الريدر وفي حال أول ما يكشف التارجت بيعطي معلومات مهمة عن التارجت من ضمنها الـ GPS المسافة السرعة للتارجت اتجاه التارجت هذه المعلومات بيرسلها للسوفتوير للسي تو سوفتوير تبعنا والسي تو سوفتوير تبعنا بيعطي بترجم هذه المعلومات لكاميرا متحركة بحيث أنه تتوجه على الهدف وتصير تعمل تعملية التتبع لهذا التارجت طول ما هو في منطقة الرادار أوكي